السلام عليكم. دي هتكون مجموعة فيديوهات قصيرة. هي هتكون موجهة لطباء اللي هم بيفكروا يتخصصوا في مجال الأشعة. عشان الفترة دي كزا الريكوست جالي عن اللي يسألوني. فانا قلت مثلا مفضل عيد الكلام كل مرة. فاكتب الفيديوهات دي موجودة واللي يحب يشوفها ويسمحها في هاي وقت. يقدر يسمح الفيديوهات دي متسجلة في مايو او مايو اه مايو واحد وعشرين. خلاص? اه انا بقول الداتا دي اقول معلومات دي او نصيح دي بناء على ايه? بناء على التجربة شخصية قد تكون غير متوافقة مع الاخرين. اه بمعنى انا مسلا خدت نيابتي خمس سنين في كل الطب جامعة اسكندرية خلصت مجستير. اه بعدها اشتغلت فترة طبيب حر. بعد كده اه تعينت مدرس مساعدة في قرد بورسعيد. خير فترة دي خلصت الزمالة بريطانية. وستيل براكت سنجل راديولوجي في مصر ما صغرت شنجل ترى. طبعا. اه مخدمة دي مهم عشان انت معارف انت الباكراوند للشخص اللي بيتكلمك. بناء على انه خبرات. اوكي? اه بسهر مرحيم. بالنسبة للاشعة كما جاءت طبعا انتو ما بيتكونوش عارفين اي حاجة عنها اه قبل كده. او انا كنت كذلك. انا لما انا جيت اتخصصت الاشعة. اه قبل قعدة النيابات انا كن كل معلوماتي عن الاشعة ان ده مجال من المجالات الخمسة اللي في الطب اللي هم سومعتهم ان بيجيبوا فلوس كويسة. خلاص. اه مش هنخش في القصة دي انا ليه خطأت الاشعة في القادة النيابات. او كنا بنعمل لها فيديو تانية. اه بس دي كانت بس معلوماتي. واخدت الاشعة ودي ما رواتي عن الاشعة. ما عفش انها اي حاجة خالص. طيب عشان ما حدش يقع في نفس المش المطاب بس ما يتحطش في نفس السيطوريشن. يبقى هو محتاج يبقى عارف. التالي. الاشعة كمجال اه اه شغل. هو مجال شغل حلو جدا. اه يعني انا بالنسبالي مش اه مفروش عيوب. خالص. هتسألت سؤال ده من كم يوم من احد الطلبة. وقال اي عيوب الاشعة. انا مفيش. انا مش رايفيها اي عيب. اه اه لانها متوفقة مع شخصيتي. او مع شخصية طبيب الاشعة. اللي هو متميز. شخصية طبيب الاشعة لازم تكون اه 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 انه هو عقله اناليتيكل. بيحل الكويس. بيعرف يجمع داتا. بيعمل لها اناليسيس. اه دين اول نقطة. تاني حاجة ما بيحبش البيشن دوكتور ريليشنشيب. او ممكن يستحمل شوية موضوع الشورت. دوكتور بيشنت ريليشنشيب. مسلا في اه في السونارو الدابلر. يعني انه تاخرق على عين خمس داية عشر داية. طبعا ما بيحبش الالاقة الطويلة. زي مسلا لو حادي عزي تخصص بطنة حي كده. اه لدي مكون شخصي بيعشق الدكتور بيشنت ريليشنشيب. اه دا الشرط التاني في شخصيته. اه 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 دي استعمال شخصية بتاعت الدكتور اللي هيستريح اه في الاشعة. ما بيحبش يكون اه 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 ديسيشن ميكر. زي الجراح. الجراح بطبعه بيحب هو اللي يكون بياخت القرار. هو بيحب ان هو اللي يقود دايما. لو حتى عنده الصفات دي صعب شوية يكون دكتور اشعة اه مقمة ما يحبهاش او يعني. خوصا ان هو دايما بيبقى في الشدو. ما بيكونش في الخط الاول في التعامل مع العينين او في الكينيكال سيناريوز. دايما بيبقى فيه تريتينج دكتور هو اللي بيقود هذه العملية سواء بابط نجراها اي حد. انت في الاخر انت بتساعد الطبيب ان هو حاجة ان هو يوصل اه للتشخيص. فدي سماتة الشخصية بتاع الدكتور الاشعة. تمام? اه 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 اذا انت بتبقى عارف اه المعلومات دي عن نفسك. تاني حاجة بتبقى عارف ان انت في الاشعة اه دراسة لا تنتهي. مذاكرة لا تنتهي. ابدات لا تنتهي. تمام? فاللي هيكون معتقد ان هو هياخد ايات خطة خصص هياخد من نشوية معلومات. بعد كده. اه هيركن على جنب. اه هو دا عموما في الطب مينفعش. واللي عنده الفكرة دي في الطب يعني 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 يقعد في بيتهم. خلاص? اه انه في الاشعاب الزات ما ينفعش. ان انت اللي انت بتستخدمه في كتابة التقارير او اللي انت بستخدمه في اه اتخاذ قرارك في الريبورت. اللي انت قريته مسلا في الفين وستاش عارفين سبعتاشر. الفين وعشرين قد يكون اه غير دقيق وقد يكون خطأ. تمام? فده انت تبقى دايما ابدات. هتكون ابدات ازاي? انت تبقى هتبقى بتاعتك المعلومات بتاعتك الاساسية. مبنية على قراءة من تاكست بوكس. تاكست بوك دي بتاديك المعلومات تراف. تاديك كده شحنة من المعلومات. لازم تعرفها. وعشرين طبعا دياجنوستيك اميجنج سيريز يعني في كزا حاجة تانية. دا ما تحابب يعني احنا في نفس كندرية بنستريح للداجنوستيك اميجنج. تمام? اه تاكست بوكس يعني. وبعد كده في دور البيبرز. البيبرز دي بتبقى اه ملخص. مش ملخصات. بتبقى تركيز اكتر على الطابق محدد. بيجمع لك الموضوع من اكتر من بروسبكتف. ويديك الابديتس في. والبيبرز دي هي اللي انت بقى بتستخدمها في الابديتس. يعني تاكست بوك بتستخدم انت كسلا بتبني العمارة. بتبني العميد. بتبني الاسقف. خلاص. فدلك بقى تبني احطانه الشبيك. ده اللي بتعملها ايه? البيبرز. اوكي? اه. فالانت عدد انت بدايما متابع ريديو جرافيكس وراديولوجي. اه من الابر من الالتين في العالم في الموضوع ده. وشوف اه ايه الهوت طابقس اللي بتنزل يعني. ودائما البيبرز اللي هي بتبقى عنوانها دي من البيبرز الجميلة السهلة. اللي بتعلمك. خماص? في المبدأ العام انت دايما قراءة دائمة لتنتهي. وانجح طريقة او انجح توقيت في اليوم القراءة. وده اللي بيعملوا كل الاسادزة في الاشعة الشاطرين اللي هم الناس دي بتصلي الفجر. وبعد كده تقوم تقرأ. بيبر او سري بيبر. حسب طبعا هم انت كل ما خيبتك بيزيب طبعا في تقرأ بيبرز اسرع. اه كل الاسادزة اللي انا عرفهم شاطرين بيعملوا كده. صلاة الفجر يصحي يقرأ احد الساعة سبعة تمانية. بعد كده ينزل شغله سواء الجامعة او شغله اه 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 فكرة اه الملخصات والخراقات الزهنية والكلام ده كله في الاشعة. مش قد كده. خلاص? انت بكون تعمل حاجة لنفسك. بس نفعش تقرأ ملخصات حد. نفعش تقرأ الخريطة الزهنية بتاعت حد. تمام? لازم انت لتعاملها بنفسك. انها جعلت بيه تفكيرك. اه في القراءة كتير. اه من تاكست بوكس و بيبر وتجنب ملخصات الناس التانية. وتجنب خراطة الزهنية بتاعت الناس التانية وتصحب قدري وتطيرك كتير. تمام? ده بالنسبة للنولدش بتاعتك. اه في البراكتس نفسه. اه الاشعة هي صنع. فالنسبة تتعلم على ايد معلم. او على ايد حد اشتر منك. فاختيارك للمكان اللي هتتدرب فيه. اه مبني على. ان كل مكان هي مستشفى جامعي. هيبقى افضل. مستشفى مزورة صحة كبيرة او حاجة طبعة الامانات ما اكلم عن مصر. اه اوكي. فيها كتير. فبالتالي فيه فرصة ان ده يبتدي يعلمك. كويس ويركز معك بالتالي بشير معك شغل وخلاص. ده مهم ان انت عدت بتاخد. تمام? والاجهزة اللي في المكان. طبعا اي اي قسمة اشعة في اي مكان تدريب لازم يحب فيه سونار دوبلر اكيد. و اكس رايد اساسي. و سيتي. بلاس او ماينتس. هو يكون معي. امر اي. ويكون معي مثلا بات سيتي. امر اي موجود مسبة تمام معقولة. البات سيتي ده موجود في حاجة قولية لجد. خلاص? اه فانت ده معين اختيرك للاماكن. وجود اجهزة. وجود مستشفى قوي. حولك ليه? ووجود اجهزة. دي مستشفى قوي. عشان جزء من ان انت تتعلم العشاعة التي تتعلم الكلينيكل سنس. الكلينيكل سنس دي حاجة ما بتتشرحش. دي حاجة انت تكتسبها بالممارس. والممارس ما لها ان انت تتقبل وتشتغل معي وتدي تقارير. مثلا زايدة. عجبت اللي بورتنا هي بنت سايتس. فحولتها للجراحة زميلك اللي انت عارفه. اللي هو في نفس المستشفى لدخل عمليات. عمل العملية. يرجع يطلع عكادي يقول لك الله انت كنت صحة انت كنت غرض عشان باك نخدش باك من كزا خدراش من كزا. واحدة واحدة بتدي تتتعلم. لو فعدت طوله عمرك تكتب ريبورتات والطيارة في الهواء. ومتعرفش الفيدباك انت كيفش هتتعلم. وممكن تبقى بتاعمل خطأ ما تعطي قراره مئة مرة لان انت ما عندش الفيدباك.